موسيقى 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 ما فيش متر في مصر مالوش قيمة تاريخية وحضرية والنهاردة احنا منتكلم مش على متر احنا منتكلم على بكد مكان مهم جدا وما نعتقدش ان هو عليه تسليط اعلامي او تسليط عموما بشكل عام كفاية يعني فيه اماكن تارية في مصر بيكون عليها اهمية فق يعني اجتماعية واعلامية وا 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 والمكان ده واتم عندوش نفس الاهمية وده غريب جدا النهاردة هنتكلم على مكتبة جامعة القاهرة كان افتتاحها الرسمي في فبراير 1932 لتكون اعرق واقدم المكتبات بالعالم العربي وده السبب انها بتستقدم الهدايا وفيها مجموعة من اهم اهم المخطوطات واهم الكتب في العالم العربي كله وفي العالم يمكن وده هنعرفه اكتب من خلال ضفنة في هذه الفقرة وكمان عايزين نقولكم ان المعلومات ديت هتكون من خلال الاستاذ دكتور شريف شهين وده المكتبة المركزية بجامعة القاهرة ورئيس قسم المكتبات بكلية الادار صباح خير يا فندج الله يبارك في حضراتكم وهي بش متر ده 32000 متر زي ما هونا في البداية ممكن حضراتكم فعلا بتحتفلوا بالمرحلة الاولى من تطوير المكتبة اه عايز نعرف ايه تم تطويره بالفعل هل المبنى اه وتمويل احنا دايما سؤالنا هنا دايما في حالة التمويل هلين اه ايه ايه انا طبعا سيد جدا بتسليط الضوء على واحدة من اعرق واهم مكتبات الجامعات في المنطقة العربية جامعة القاهرة وانه بالفعل كان التاريخ انشاء وافتتاح اول مبنى للمكتبة كان 1932 ولازال المبنى قائم وبيؤدي دوره على الاكمل وجه لكن بطبيعة حال مساحته لا تتعدى 3000 متر من 1932 حتى 1996 طبعا زيادة في اعداد الطلاب زيادة في اعضاء التدريس زيادة في مجموعات نفسها الكتب وغيرها من الدوريات والرسائل الجامعية اللي بتجاز داخل كليات ومعاهد الجامع كان لابد من النظرة المستقبلية لما كان اوسع وبالفعل في 1996 تم وضع حجر اساس مبنى جديد ليس بديلا ليحل محل المبنى القديم ولكن مكملا بالضبط بالنسبة للتمويل تحديدا من 1996 من 1996 عشان يفتتح المبنى الجديد في 29 يناير 2008 معناه كان فيه مشكلة التمويل 12 سنة تقريبا في عمل مبنى التمويل لم يكن قاصرا على ميزانية جامعة القاهرة ودي لابد ان نعترف بها لان كان هناك الكثير من المؤسسات الحكومية ومؤسسات الخاصة والافراد اللي هم من ابناء جامعة القاهرة وهل فيه امكانينا اذكر اسماء طبعا طبعا يعني مثلا فيه شيخ الدكتور سلطان القاسمي اعتقد انه معظم الشعب المصري عارف الاسم لانه اتصل هاتفيا وقت فجيعة المجمع العلمي وقت فجيعة وخسارة الكتب التراثية اللي هي بتقتنيها مكتبة المجمع وقال انا احتحمل كل تكاليف ترميم هذا المبنى وعندي نسخ كمان بديلة لبعض الاصول حوفرها لمكتبة المجمع هذا الرجل ابن من ابناء ابن بار من ابناء جامعة القاهرة خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة واللي يدخل كلية الزراع يعرف بصماته حية في مجمع معامل مركز معلومات ومكتبة بالاضافة الى مساهمة بـ 25 مليون جنيه لاستكمال المرحلة التانية للمبنى الجديد للمكتبة المركزية للجامعة شركات خاصة كثيرة ساهمت في تمويل المشروع وبالفعل في اول يناير في 29 يناير 2008 كان الافتتاح للمرحلة الاولى اربع سنين عادت على هذا الافتتاح؟ اربع بالضبط احنا بقى العيد الرابع بقى كان مننا اربع سنين من 29 يناير حتى الان وايه بقى؟ ايه هي مضمون هذا الاحتفال؟ ايه اللي بيحصل؟ هي احنا كل يوم في احتفال لانه اه ما اعتقدش انه في مكتبة جامعة واحدة بتستقبل باحسين من كل الجامعات العربية قد جامعة القاهرة يوميا احنا بنتلقى طلبات وخدمات من جانب باحسين سواء كان طلاب او اعضاء التدريس وباحسين في جامعات عربية السعودية ليبيا بحرين الامارات اليمن كل الدول العربية المجورة وحتى البعيدة كمان بتجنى وتستفيد من مجموعات المكتبة المركزية احب ا اكد على نقطة التكامل ما بين المبنى القديم اللي حضرتك اشارت الى 1932 والمبنى الجديد لانه هذا المبنى القديم بعراقته التاريخية بما تورثه عبر الاجيال من زي ما حضرتك اشارت الاهداءات وكنوز تراثية نعم ستظل هذه الكنوز موجودة في المبنى القديم وسيتم وبدأ بالفعل ترميمه ليكون امتداد لمتحف جامعة القاهرة اللي هو كان نواة الرئيسية في المبنى الجديد طيب خليني بقى يا فنط FE عند حاجة مهمة جدا قد قطعمل حضرتك تأمين المبنى بقى يمكن احنا بعد ما شفنا المجمع العلمى بيتحريق قدامنا وقعدنا نقول ازاي ما فيش security system وزاي عندنا المخطوطات النادرة دي واحنا كجيل من حقا او مصر كلها من الحقا كنوزة يبقى متحافز عليها وشofنا برضو في اسرقة لوحة vont اللي تبينا مخشوشة بالزبط بس يعني أنت بينا مخشوشة بس خلينا نقول هل في خطة وتم يعني في خطة لتأمين المبنى والحفاظ على المخطوطات الندرة دي ولا؟ احنا في البداية خالص يعني من أكتوبر 2007 وقبل الافتتاح بالفعل كان في مجموعة من التجهيزات والأنظمة الداخلية للتأمين بالإضافة إلى شركة تأمين خاصة كانت تعمل على مدار الـ 24 ساعة الحمد لله كاميرات شغالة وكله تمام أهام الأسبوع للتأمين المبنى من الداخل ومن الخارج من الداخل طبعا عندنا مجموعة من الفاترينات المؤمنة وليه برضو نقطة مهمة جدا لأن أنا فجيت من مكتبة مكتبة المجمع كانت فاترينات خشبية بلوحات زوجية عادية جدا سهل اقتحامها والأسف تأثر بالحرارة والحريق فتلفت مجموعات نادرة جدا احنا عندنا فاترينات مؤمنة ضد الحريق وفي نفس الوقت فيه أنظمة للإطفاء الآلي وفيه أجهزة للشعور حتى ببداية حريق أو أدخنة بس الفندم هل بعد قرار إلغاء تأمين الداخلية للجامعة هل فيه ألأ يمكن برضو متزايد على المكتبة؟ برغم من التأمين الداخلي أو الاحتياطي؟ هو طبعا التأمين اللي حديك بتشير إليه كان متعلق بتأمين الداخلية وزارة الداخلية وتواجد الشرطة في مباني أو داخل مباني الجامعة دي كانت عملا لي صداع طويل جدا هي مش الشرطة بس؟ لا المعنيين بالأمر اللي احنا عارفينهم لأنه كان موجودين متوجدين لحماية المنشآت أو لتأمين المنشآة وأنا كان عندي شركة خاصة للتأمين الخاص بالمكتبة فكان دائما أبدا يوميا أبعرف أن فيه مشكلة حتكسر فاتفعنا أنه للشرطة التأمين الخارجي للمنشآة وشركة الأمن التأمين الداخلي التأمين الداخلي بمعنى هي أنه ما يطلع ليش قارئ بكتاب يطلع يصوره ويرجع أو برسالة جامعية بحث مجلس سورة ودكتورة يطلع يصوره ويرجع أو يطلع ياخده ويرجعه هايل احنا دلوقتي عندنا مشكلة بالفعل فيما يتعلق بالتأمين الخارجي لأنه إدارة الأمنة الجديدة لازالت في طور الإنشاء والبناء والتكوين وإحنا يعني بنناشد ياريت المساعدة وياريت يعني إدارة الجامعة دعمنا أكتر يعني فيه مشكلة بأفراد أمن نعم على مدار الساعة لأنه التأمين الداخلي بيش بس مجرد كتاب يتسرق ده فيه مشاكل بتحدث ما بين القراء بعضهم بعض ما بين القراء والموظفين بيش بالضرورة بتدخل في مود مرتاح ممكن تبعصب جدا قال لك هتاخد الكتاب الصور دي بعد أربع ساعات صوتك بيالة يعني هنا بنشوف يوميا ردود فعل محتاجة تدخل بش بس أمني تدخل نفسي وتدخل اجتماعي لأنه عدم الاستقرار السائد في المجتمع بين عكس بشكل طبيعي جدا على الإنسان من الداخل طيب خلينا كمان نيجي إيه دور كمان اللي بتقدموا المكتبة للجمهور من خارج صور الجامعة أه أحبا سأتين الكلم على الفيديوز كمان إحنا شايفينها بدون مقطعة طبعا يعني طب حارج نكلم على الفيديوز دي مجموعة من القطع الأثرية واللي تم اكتشافها من جانب خبراء في جامعة القاهرة وكان بيحتفظ بيها للأسف في خزن مغلقة في غرف مغلقة تحت الأبة كل ده طلع وتم عرضه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها هذه الفاترينات مؤمنة مؤمنة الحمد لله سواء كان حريق أو مياه لقدر الله غرق أو محاولة تكسير ومحاولة سرقة في نفس الوقت بتوفر البيئة الطبيعية والمناخية ودي نقطة مهمة جدا لدرجات الحرارة ودرجات الرطوبة لأن هذه الأوراق القديمة ممكن تتلف إذا تم وضعها في البيئة الطبيعية العادية من الأتربة من الحرارة إلى آخر إيه أهم المخطوطات الندرة اللي موجودة في المكتب؟ هي عندنا مجموعة من المخطوطات العربية سواء كان مصاحف أو كتب عربية قديمة عندنا طبعا النسخة الأصلية النسخة الأصلية بمعنى النسخة مطبوعة طبع الأولى لكتاب وصف مصر لأنه الآن توجد حاجة اسمها نسخة أصلية مخطوطة باليد لأنه كما نعلم هذه النسخة اليدوية أخذت مع العلماء مع انتهاء الحمراء الفرنسية إلى فرنسا وتم طبعا الكتاب طبعتين طبعا أولى إحنا حصلنا منها على خمس نسخ تحديدا منها أربع نسخ موجودة عندنا ونسخة في المبنى القديم بالإضافة إلى زي ما حضرتكم شايفين مجموعة من المخطوطات الحباشية القديمة على الرق اللي هو الجلد القديم واللي إحنا شايفينه في هذا العرض لا يمثل أكتر من 20% من كنوز ومجموعات جامعة القيرا خاني أرجعني سؤالي مرة تانية المكتبة الدور اللي بتقدمه كمان للجمهور خارج صور الجامعة هل في فعلا؟ إحنا أولا لا نغلق الباب أمام أي باحث من أي جامعة مصرية أو جامعة خاصة أو حكومية أو خاصة أو جامعة عربية للبحث والقراءة والاطلاع على مجموعة المكتبة لا يمكن نغلق الباب بالعكس عندنا نظام للاشتراكات للوضوية لكل الباحثين من كل الجامعة عندنا أنشطة ثقافية منها يمكن النشاط اللي تم تسليط الضوء عليه مؤخرا خاص بفاقيد البصر حيث دي فيها مهمة جدا ومهمشة للأسف إحنا مع بداية الافتتاح الجديد للمبنى تم تخصيص قاعة ده داخل المبنى طبعا الاستشاري العامل أستاذ الدكتور علي رافط وهو واحد من أشهر المعمريين المصريين وابن جامعة القيرة هو الاستشاري العامل هذا المبنى ودي بصماته الحقيقة باينة جدا سواء في التصميم الداخلي أو حتى في الفرنيتشر اللي موجود شكله مشكل جدا صراحة قاعة طبعا أنا سيد جدا طبعا لأن احنا محافظين عليه يعني أنا ناس بتدخل لي تقول لي معقولة بقالكوا أربع سنين ولسه منزلتوش طولوا ان شاء الله احنا دايما في الصعود بإذن الله تعالى شاء الله قاعة طبعا حسين بتوفر خدمات لفاقد البصر سواء طلاب الجمع أو من خارج الجمع كان النشاط الأخير اللي احنا عملنا على هامش يعني احتفالية الأربع سنين هو تعليم الرسم والألوان لفاقد البصر طبعا أول ما واحد يسمع يعني ايه رسم والألوان لفاقد البصر لا يرى كفيف بيندهش لا هناك زملاء من كلية التربية النوعية وهي تتبع جامعة القاهرة مختصين في هذا الشأن بالتعاون معهم تم عمل ورشة عمل وبناء على ما تم إنتاجه في هذه الورشة تم عمل معرض لكل المنتجات دي كانت الورشة التانية كان فيه ورشة أخرى أولى كانت للتصوير الفوتوغرافي يعني الطالب الكفيف يستطيع أن يمسك كاميرا ديجيتال ويصور المنظر عام أو منظر خاص يعني بروفايل لشخص بس من خلال مساعد مساعد ده بيوصف له المكان الأبعاد دي كلها بيحتفظ بيها حس السمع قوية جدا عند أبنائنا المكفوفين وبالتالي يستطيع أن يقدر المسافات والأبعاد إحنا كل زيارة بتجينا بنصور بيها الضيف أو المجموعة الضيف في الواف من خلال الطلاب فاقد البصر فبيوصاب الضيف بدات جاء كيف حدث ذلك لا تجربة يعني هيلة بجد يعني يوميا عشان كيف أقول لها حياتك يوميا عندنا جديد يمكن حنقول ليه مفيش تصريط إعلاني أيه بصب ده السؤال اللي جاي ليه مفيش تصريط إعلاني أنا مش هكلم على أن أنا قاعدة هنا هتكلم ليه بعد مبارئ بأخد السؤال ده بواجهه لي زمايلي في القسم العلاقات أو وحدة العلاقات العامة في المكتبة لني دايما بقول لهم يا جماعة كل نشاط أرجوكوا إعلنوا عنه قبل وقوع هذا النشاط وانتهاء وبعد كده نقول يا ما كانش فيه إعلام فطبعا السؤال ده موجه مش بس للمكتبة ولكن أيضا لحضراتك أنا سيد طبعا شايز أقول لي أنتو بيت والحمد لله شرح ورسولي هل هنا في مثلا صفحة على فيسبوك على قبلتك لنا موقع عشان تواصل الاجتماعي ده برضو مهم جدا وموقع ويب سايت عندنا موقع وعندنا تقريبا أربع صفحات على الآل صفحة لقاية طاع حسين اللي بتعلن عن نشاطها صفحة لخدمة مهمة جدا وهي خدمة الرد على السفسرات والأسئلة أونلاين وصفحة متعلقة بحاجة اسمها الديجيتال لايبري أو المكتبة الرقمية والبحث في قواعد البيانات وصفحة أخرى متعلقة بخدمة لا تقدم إلا في مكتبة جماعة القارس مع الكالشوراما أو بانوراما التراث بمعنى؟ بمعنى أن حضرتك بتدخلي هذه القاعة بتشاهد تاريخ مصر عبر العصور بداية من الفراعوني مرورا بالإسلامي وقبتي حتى الحديث من خلال تسع شاشات تشاهد التسع شاشات كأنها قطعة واحدة بتايم لاين اللي هو خط زمني واحد الحقيقة هذا المحتوى حلوة جدا أن تتفتح كمال الجمهور نعرف الشباب أكتر ونعرف جيلنا بمصر زي ما تتعملون لرحلات لباراما أكتوبر وقارف رعونية يبقى في رحلات لجامعة مكتبة الدعوة الظاهرة وعلى قد لا يقل أهمية نحن بنواجد طبعا الدعوة من خلال برنامج نهارك سعيد وبنقول لهم ياريت لو سمحتوا يا مشاهدنا الكرام شرفونا في جامعة بجد وإحنا نضم صدر صحيتك أخيرا وسريعا جدا هل فيه تعاون بين مكتبات ومكتبات التانية أو نظرتها سواء في مصر مثل Isaiah 2 أو في العالم مع الجامعات أو مكتبة جامعة أمريكية جامعة أمريكية كل اللي حضرتك ذكرته دا بالفعل فيه تعاون يعني قريبا سؤالنا عن قاعة خاصة بمكتبتة إسكندرية هذه القاعة بيسموها سفير مكتبتة إسكندرية هي بالفعل السفير ليه لأنها بتقدم كل الخدمات اللي بتقدمها مكتبتة إسكندرية ولكن من خلال جامعة القائرة مكتبات الجامعية قائمة بالفعل من خلال تعاون مشترك ومن خلال تبادل في الخدمات مع دار الكتب المصرية مع مكتبات الكونجرس الأمريكية مع مكتبات الجامعات الغربية لأنه احنا بنستقبل وفود من أمريكا عن طريق منح الفونترايت بصفة سنوية منتظرة تمويل موولين يعني لا تمويل بيجينا من مصر اجندات دكتور شريف شهين مدين مكتبات المركزية بجامعة الكاهرة ورئيس قسم المكتبات بكلية الأداب بس رحيك على مكتبات الجامعة وعلى هذا المشروع بنحاية تحمسك لمشروعك وده واضح جدا واضح لك حابب مشروعك واضح لك حابب اللي انت بتعمله ودي حاجة مهمة جدا مش مجرد بحاجة بتعمله عشان الدنيا كده يعني نهائي احنا حاسين بدوية تفخورين بحاجة نتمنى ان حالك تكمل على هذا المنويل وان شاء الله هنحاول من خلال قطاع النيل لان احنا يكون موجودين في كل أنشطة مكتبات انا حقل واحد مكسوب جدا بصراحة شكرا مش عايزي كمي يعني بالسماء مسي حد جدا انتقل الفاصل وغالي ما هيكون معي شريف الفقرة اللي جاية ونركب سعيد